وآخر يرجو سماحة الشيخ أن يفتح المجال للنساء لفضور مثل هذه الندوات المعبئة المفيدة حتى يتفقان في دنهن ثانيا أن يتهيأ الملحق الأخير من المسجد للنساء للصلاة فيه كل وقت حيث أننا نرى النساء في الشوارع يجلسنا على الأصفة وقت الصلاة مع أنها واجبة عليهم والله يحطبكم ورعاكم هذا غير ممنوع لو حضروا غير ممنوع لو حضروا وصلوا بصابع مؤخرة ما يضر ويجعل عندهم أيضا سماعة مفيدهم هذا صيب مثل مبئلة في الحرمين الشريفين ولكن الجماعة الواجبة عليهم إنما يحضرنا للشماع الفائدة أما صلاتهن في بيوتين هو أفضل لهم أفضل لهن وأسلم وأصوا كما في الحديث وبيوتهن أخرون لهم فلا تمنعه ما الله سجل الله ويكون أخرون لهم فإن حضروا فلا بأس وإن خلقوا بيوتين فذلك أفضل له مؤثر ويبعدوا عن الشر وإن حضروا لسماء فائدة ضروط في هذه الليلة أو بأي مكان حقاة العلم والفائدة في مكان مناسب وإن لهم سماعة وشماعات فهذا لا شيء طيب ومهيب وقد قلنا أغير مرة لهم لا بأس بحرورهم في مصابحة أخرة ولكن ما سمتوا حتى الآن أن لهم حضروا منهن أحد وإن حضروا منهن أحد فلا شك أن هذا يفيدهن في هذه الليلة لك عندهم سماعات تفيدهن وسأفعلوا إن شاء الله سنفعلوا إن شاء الله ما يخصده هذا الشيء ولكن المصائب أنه قلنا يذكر إن قلنا من هذه الجلسة قلنا يذكر بهذا العرض فلو ذكرنا لأن مشاغلنا كثيرة جدا فلو ذكرنا هذا الأمر في غير هذا الوقت فعلا ما يلزم إن شاء الله من جهة السماعة ومن جهة الإحيار بهذا الأمر ويمبغي أن من كتب هذه الكتابة يذكر أقول أولهنه كذلك من الأقوان يسمعون الكلام يبغي يذكرون في غير هذا الوقت حتى نعمل ما يلزم من هذه الجهة من هذه الجهة ويجعلن فيه معنى هذا ما أفتح ما رده نحس ما في توعي يا شيخ يصلينا في الشوارع نعم إذا حضرتهن الصلاة التي تفوت مثل المغرب وهن بحاجة إلى السوق يصلينا في الشارع وضائعات الفصفل سيدنا هذول يتبني ياسعون عن ماء يتوضينا معهن ويصلينا في الشارع فلو نبهنا كان طيب ما رجعي نسي أم ويقعك على التنبيه ولا الباب ولكن ما هو الأفراب هو هو الأفراب لو الإخوام من الهيئة الذين يحافظون على الأخلاق أو يدعون إلى الصلاة ينبهونهم ويعتدن المساعد كان طيب خصوصا لا ينزلنا الشوارع لهذا الشيء الله يبعي يمكن للهيئة والهيئة الله يبعي